ازايكم حبيبنا عاملين اين اتمنى اراب تكونوا بقال في صحة وخير وسلام كله متابعه وطائقي من الواقع انا اخوكم مجدي عبدالغن انت متخيل حضرتك ان ممكن في وسط العملات اللي معاك اللي هي العملات التسكرية من 2005 لحد 2022 اللي هي والاصدار الاخير اللي هو 70 عام عيد الشرطة ممكن يبقى معاك عملة من ضمن العملات دي تسعرات اجاوز الان الخمس تلاف جنيه طيب ازاي نقدر ابحها بالخمس تلاف جنيه بكل بساطة لازم تركز معايا في الفيديو ده ان شاء الله وعايزين فضلا منكم ما تنساش اللايك والكومنت الجميل لان ده هيدعمنا ان احنا نوصل الفيديو ده لاجمل متابعين في العالم اللي هم متابعين وصائقي من الواقع يا انا حضرتك ما تبخلش علينا باللايك والكومنت الجميل لان احنا بنحاول ان احنا نقدم لكم كل حاجة حصرية طيب الفيديو ده باذن الله هنتكلم فيه عن التمانين عام اللي هو التضامن هل فعلا سعره وصل خمس تلاف جنيه وتم بيعه دي المفاجأة اللي هتبقى معنا النهاردة واللي احنا فعلا اثناء المحادثات مع احد المتابعين الجمال جدا اللي هو باعه بالخطوات اللي احنا قلنا له عليها واللي هو التبحى فعلا باع الجنيه اللي هو 80 عام من التضامن بتلتمون دولار طيب ازاي ان هو قدر ان هو يرفعه من اتنين دولار لحد ما يوصل معاه تلتمون دولار لانه مشى على الخطوات اللي احنا نشرحها لحضراتكم النهاردة بالتفصيل باذن الله وده اللي احنا بنقرر وبنعيده في كل حلقة يعني احنا بنقول العملات التسكرية اللي هي من 2005 لحد 2022 الحديثة طبعا انت لو روحت محلات هوات جمع العملة هيقول لك الجنيدة بخمسة الجنيدة بتلاتة الجنيدة باثنين الجنيدة بسبعة ايا كان سنة الاصدار بتاعته ليه لانه هو متداول وطبعا محلات هوات جمع العملة دي هي مصرية في الاراضي المصرية يعني سواء في القاهرة في اسكندرية في المنصورة في المحلة في اي مكان من اللي هم في محلات هوات جمع العملة هو فعلا يقدر ان هو يحصل عليه بكل سهولة زي ما انت حضرتك حصلت عليه بكل سهولة سواء في موصلات عامنة في صيدلية في بنزينة في نقل عام في اي مكان في السوق في اي مكان ممكن الجنيدة ان هو يوصلك بكل سهولة هو ايضا هاوي جمع العملة او محلات هواة جمع العملة هيقدر ان هو يحصل عليه بكل سهول طيب ازاي ان احد المتابعين تم بيع الجنيه بتاعه اللي هو 80 عام من التضامن ب300 دولار ده اللي احنا استأذنا فيه ان احنا فعلا اناخد اسكرينات للمحادسة علشان يبقى الحاجة على الطبيعة قدام حضراتكم وانعرف حضرتك ازاي ان هو ماشى على خطوات والخطوات دي ان هو لما عرض المنتج بتاعه او القطعة المعدنية اللي معاه هو صبر عليها وان هو ازاي قدر ان هو يوصلها لحد 300 دولار يعني حتى اللي اشتراها منه من الولايات المتحدة الامريكية لما اشترا الجنيه اللي هو 80 عام من التضامن بيشكره جدا يعني هو بعد ما اشتراه كمان ووصل فعلا البائع 300 دولار وصلوا الحساب بتاعه فهو بيشكره فعلا جدا كمان ان هو قدر ان هو يحصل على العملة دية مع انها عملة متدولة يعني انت لو بتكلم اي حد من هوات جمع العملة زي ما ذكرنا هيقولك اخدها باتنين جنيه اخدها بجنيه لا ده هي متدولة مش عايسة ده خمسة ده بتلاتة ليه لان هو هيقدر ان هو يجيب منها قطعة واثنين وعشر وعشرين وخمسين لانها لسه مزالت متدولة في الدولة المصرية وهي عملة ما تمش اخاف التداول بتاعها فهو يقدر ان هو يحصل عليها طبعا احنا هنعرض مع حضراتكم دلوقتي المحدثات اللي ضارت وهنعرض مع حضراتكم دلوقتي الصور وهنشرح لكم كل حاجة وازاي ان هو فعلا عرضها لان في حاجة مهمة جدا اللي هي ايه يعني بعض المتابعين الجمال بيقول لي طب انا عرضت الجنيدة وبقاله شهر محدش يامه او محدش ان هو رسلني ان هو عايز اشتريه انت حضرتك اهم حاجة اتتبع شوية خطوات الخطوة الاولى اللي هي الوصف يعني انت او انت بتحط العملة بتاعتك دي حط الوصف اللائج بتاعها يعني ايه عزز العملة بتاعتك ادي خطوات ايجابية شديدة جدا في الوصف بتاع العملة بتاعتك ده اللي هنعرضه لحضراتكم دلوقتي زائد اصبر على العملة بتاعتك يعني ايه اصبر على العملة بتاعتك طبعا المتابع الجميل اللي معنا اللي بايع ربنا رزقه يعني بإذن الله وبايع الجنيدة بتلتموت دولار هو عمل ايه اول ما رفعها كان سعرها دولار واثنين سنت يعني هو اول ما رفع ديه على الاي باي كان سعرها دولار واثنين سنت سابها ديه بتفاجأ معا عشرة دولار يعني هي ديه علت لحد عشرة دولار لما قالت لعشرة دولار بدأ ان هو يهتم فبدأ ان هو كل التعليقات اللي هجيله على المزايدة بتاحته او على الاعلام بتاعه ان هو بنسبة 99% بيرد عليها ومتجاوب مع كل اللي بيخشله على العملة بتاحته طبعا العملة ديه كل اللي دخل عليها غير مصريين يعني كل اللي دخل على العملة ديه لان الشكل العام بتاع 80 عام من التضامن هي عملة جزابة يعني ايه عملة جزابة طبعا وكان حططها في علبة وعرضتها بطريقة شيك جدا وقدر ان هو يكتب الوصف زي ما قلنا له وده اللي هيبان دلوقتي مع حضراتكم على الشاشة وقدر ان هو يصبر عليها اكتر من 50 يوم يعني هو تخيل حضرتك ان هو حاطت العملة ديه 50 يوم على الاي باي وفضل متوازي معاها كل يوم يعني هو كل يوم بيراجع طبعا من اللي دخل من اللي ما دخلش من اللي تشاف العملة من اللي ما شافهاش بيشوف الاسعار اللي كل يوم اللي بتنزله والعروض اللي بتنزله كل يوم فضل لما هي وصلت معاها 299 دولار فاصل 99 يعني 300 دولار فهو في الوقت ده وفي التوقيت ده خدت قرار بالبيع ليه لان انت حضرتك ممكن اللي هو وصلها لك للرقم ده ان هو يشوف اعلان مماثل او زاد صلة لنفس العملة فهيلاقيها ان هي معروضة مثلا بخمسة دولار بتلاتة دولار فهو يكنسل الاعلان بتاع حضرتك انت وان هو يتجه لاعلان اخر وان هو يحصل على نفس العملة بس بمبلغ اقل فالمتابع الجميل اللي كان معانا النهاردة فعلا استغلوا الفرصة وبحها ب300 دولار طب انا النهاردة لو طلعت عشان اعرض العملة دية اعرضها واكتب علاها 300 دولار لا حضرتك ما تكتبش علاها 300 دولار انت حضرتك سيبها كمزايدة وما تستعدلش على بيع العملة لان في حاجة مهمة جدا العملة بتاعت حضرتك معاك في جيبة انت كل اللي انت وصلته للموقع الالكتروني هي عبارة عن صور فقط يعني انت حضرتك حطيت صور على المواقع الالكترونية للعملة فقط انت حضرتك ما اخسرتش اي شيء انت ممكن سيبت البريد الالكتروني بتاعك اللي هم هيتواصله عن طريقه او سيبت رقم الهاتف اللي هم هيتواصله عن طريقه مع حضرتك ده اللي انت كتبته بس يعني انت كل الحد الان هي صور سواء للوش يعني الواجه العملة والخلفية بتاعتها يا ده كل اللي انت حضرتك عملته بالنسبة للعملة يلا نشوف المحادثات اللي هي اللي معانا اللي احنا استأذلنا صاحبها ان احنا نعرضها معاكم خلال الحلقة دية والاسعار اللي هو اباع فيها وتوجيه الشكر له كمان من المشتري بس فضلا منكم ما تنساش اللايك والكومنت الجميل عايزين نوصل الفيديو ده لكل المتابعين الجمال علشان الكل يستفاد منه يلا بينا نشوف المحادثات طبعا هنا في البداية وبعت لنا الصور اللي هي بتاعت البيع بتاعه طبعا الرد بتاعنا نشكرك على تواصلك معنا لقد تلقينا رسالتك درسالة الالكترونية بتبقى على اي صفحة عامة يعني على الصفحة وبتاعتنا طبعا ده رد الالكتروني لحد ما احنا بنقوم بالرد فعلا على حضرتك هو اكتب لنا شكرا يا استاذ مجدي انا بعت على الاي باي ومبسوط جدا ربنا يوفاك يا رب انا من اشد المعجبين بفيديوهات حضرتك وبتوجهاتك فعلا استفاد كتير والله وحضرتك اللي تؤمر به تحت امرك لان فعلا مش مصدق ان فعلا وصلنا المبلغ انت شريك في المكسب ده والله انا بعت الجينيه 80 عام ب300 دولار شكرا يا باشا والله بحبك جدا يا باشا طبعا هو هنا عايز يدينا اي حاجة من 300 دولار يعني هو عايز يدينا اي ربح من 300 دولار لكن هو ده حقه المشروع بالنسبة له تاني رسالة كان الرد بتاعنا تحيات الشخص حضرتك الكريم حضرتك انت المكسب فعلا والحقيقية اليه وتسلم على الكلام الغالي ده وده حقك عليك كمتابع لينا وكلنا اسرى واحدة طبعا هنا كنت بستأذنه وبقول له بعد اذن حضرتك هاعمل اسكرينة المحادسة وهاعمل فيديو عنها لان ده فعلا شرف ليه قال لي يا باشا انت ليك نصيب في الربح ده شوف انت نصيبك ايه وارسله لك والله بقول له يا غالي نصيبي من حضرتك المتابعة الجميلة وكلام حضرتك الجميل ده والله فعلا انا فرحان ومبسوط جدا ليك تسلم معاه للباشا المحترم على حزن زوءك وتقديرك ده شعور جميل جدا رد هو علينا بيقول معلش يا استاذ مجدي انا معي عملة سقر قريش امشي ايضا على نفس الخطوات زي دية بس سعرها لسه بسيط لدلوقتي يعني هو بيتكلم ان لسه السعر اللي هو عرضها بسيط لحد دلوقتي قلت له هو حضرتك لما رفعت الجنيه اللي تم بيعه كان سعره بسيط صح ولكن لما صبرت عليه جابلك سعر كويس وبعدين اهم حاجة ان عملتك بتفضل معاك زي ما ذكرت في الفيديو ولحضرتكم لحد ما بيتم البيع سيبها لله وما تستعجلش وان شاء الله سعرها يرتفع قال لي صح يا استاذ مجدي وهصبر ومعلش طولت عليك يا باشا بس والله مبسوط جدا بيك برد عليه بقول له حبيب الغالي تسلم يا رب بس لي طلب عندك بقى راجع الفيديوهات اللي على القناة سواء عن العملة او غيرها وحضرتك تعرف ان المبدأ واحد عندي تحيات للشخص حضرتك الكريم قال لي حاضر حاضر والله انا فعلا والبيت كله والله بنشوف كل فيديوهاتك يا باشا وانت فعلا كل الفيديوهات بتحتك جميلة عن العملة او غيرها وربنا يوفقك دايما ويا رب تبقى احسن يوتيوبر في العالم مش في مصر طبعا برد عليه تسلم حضرتك ما تحرمش من زوج حضرتك معالي الباشا المحترم وانتظر اخر رمضان ان شاء الله جايزة القناة لاجمل متابعين وربنا يوفقك وتكون واحد منهم فرد علينا وقال يا باشا انا خدت جايزتي وزيادة والله بحبك والله يا استاذ مجد طبعا الكلام اللي الراجل ده بيقوله او اجمل متابع والله بيقوله الكلام ده فعلا شرف لينا وشرف ليه يعني ان انا اتشرف باجمل متابعين في العالم وان نبقى فعلا في حب لله في لله بنا وبين المتابعين اللي معانا يلا نشوف الصور اللي هو تم البيع فيها فعلا وانشوف المشتري توجيهات الشكر اللي كمان بعد البيع الرسالة الاولى اللي هو الباقي العنوان بتاعه من الاسكندرية مصر وفي الوصف بتاعه الباقي على يقبل المرتجعات وهذا العنصر مغطى بضمان استرداد الاموال من اي باي يعني هو لو المشتري بعد كده رد في البيع بالنسبة للعملة اللي اشتراها بيبقى الاي باي نفسه هو اللي بيرجع الفلوس للمشتري يعني الباقي برا الاطار طبعا ده الوصف اللي كنا بنتكلم طوال الحلقة عليه طبعا هو هنا كاتب وصف البند من الباقي يعني الباقي نفسه هو اللي بيحط الوصف بتاع العملة بتاعته كاتب عليها فرصة انتزاع امي اس 64 السنة 2019 الدولة مصر الدرجة واحدة من هذه الاحجار الكريمة الندرة طبعا الوصف ده لما بيترجم لاي دولة اجنبية طبعا المشتري او اللي بيهاوي الجامع العملة بيدور على الوصف الشديد اللي زي ده فبيعرف ان هي حاجة ندرة جدا طبعا هنا دي اجمل رسالة بالنسبة لاي حد بيعرض عملة على المواقع الالكترونية طبعا هنا المشتري بيوجه له الشكر وطبعا تم البيع الشهر الماضي وبيقوله يا لها من عملة مذهلة شكرا جزيلا مرة اخرى وهنا مكتوب اند اوف ايد سولوه سولد يعني ايه الكلام ده يعني تم البيع او انتهاء الاعلان تم البيع انتهاء الاعلان فكده ان العملة اتباعت وبيوجه له كمان الشكر اللي بعد كده ده عنوان المشتري في لوردة الولايات المتحدة وهنا النص بتاع الاي باي قد تخضع الشحنات الدولية للسلع للمعالجة الجمركية ورسوم اضافية البايع لا يقبل المرتجعات هذا العنصر مغطى بضمان استرداد الاموال من اي باي يعني لو المشتري رد في البيع بتاعته تاني او مش عايز العملة اللي هو اشتراها واي منتج طبعا الاي باي هي اللي بتتحمل تكاليف رد فلوسه اوليه دي طبعا اهم رسالة حضراتكم شايفين الشكل التحفة اللي فيه العملة المعدنية واللي هي نوت صول يعني تم البيع فعلا متين تسعة وتسعين فاصل تسعة وتسعين من مية يعني تلتمية دولار نتمنى ان احنا نكون افادنا حضراتكم النهاردة وفي اي حاجة سوالنا في التعليقات طبتم في امان الله